لا تتصور الميليشيات التي تتحكم في المشهد العراقي أن يكون هناك تعاون من أي نوع بين العراق والسعودية لا لشيء سوى لتوتر العلاقات وسوءها بين المملكة وبين النظام الإيراني الذي تواليه الميليشيات في العراق مؤشر جديد على دور الميليشيات في إفساد كل فرصة لتحسين علاقات العراق بشيرانه ولسيما المملكة السعودية يتمثل في ملف منفذ جميم الحدودي بين البلدين إذ وقع مسؤولون سعوديون وعراقيون منذ نحو عامين مذكرة تفاهم لتوسيع التبادل التجاري بين البلدين وتوسيع العمل الجمهوركي وفتح منفذ جميم الحدودي وهو الأمر الذي أثار حفيظة الميليشيات التي لا تقبل بغير إيران وحلفائها شريكا تجاريا للعراق فبدأت بتنفيذ خطة لإفشال الاتفاق العراقي السعودي إحدى الميليشيات المسلحة في العراق بدأت بشراء أراضي زراعية في المنطقة القريبة من المنفذ في محافظة المثنى بهدف التحكم بالطرق والأراضي المحيطة به ومراقبة حركة التبادل التجاري المحتملة مع السعودية بحسب ما أكدته مصادر في مدينة السماوة مضيفة أن حركة غريبة نشطت في صحراء السماوة لها علاقة بالمنفذ الجديد الميليشيات استحوذت على أراضي في بادية السماوة تبلغ مساحتها ثلاثة ملايين دنم عبر شركتين محليتين للاستثمار الزراعي ثم ما لبثت أن حولت الأرض لثقنة عسكرية يتمركز بها المسلحون بدلا من إنشاء مزارع محلية ومنشآت للإنتاج الحيواني كما شهدت المنطقة انتشارا مفاجئا ومنظما لرعاة الأغنام في المنطقة في حين تؤكد مصادر أمنية أن هؤلاء الرعاة مجندون كمصادر معلومات لصالح الميليشيات وبحسب محللين فإن قادة الميليشيات الموالية لإيران يرفضون رفع التبادل التجاري مع السعودية ويدعون لتبرير ذلك الرفض أن المنفذ الجديد سيكون بابا لخرق الأمن القومي للعراق الأمر الذي يؤكد أن العراق بحاجة ماسة إلى نظام سياسي جديد يتمتع بالقوة والاستقلالية التي تمكنه من تحقيق مصالح العراقيين بعيدا عن التبعية لأي قوة إقليمية كانت أو دولية